اشتركوا في القناة رح يوصلوا هذا المساج في اي وقت معين اولا كمراحظة اولي لابد ان يكون رقم الهاتف مستعمل بيك يوصلك المساج تروح لنام ثانيا عند وصول الرسالة مباشرة انت ما عليك الا تروح لنام او تدخل الموقع الوسيط اللي عنده حساب في الوسيط كنا تحدثنا عليه من قبل تعرف وين وجهوك لنوع العمل صاحب العمل يعني المصنع والادارة الى اخره تتوجه انت الى هذه الادارة وهو ما ليعطولك او يرفضولك عرض العمل الاول اذا رفضولك عرض العمل الاول يعني هناك يعني ركع وترجعت من السيفر ما عندك حتى عرض عمل اما اذا عطولك تختم وانت ارفضت العمل حسبولك رفض عرض العمل وبعثوها اللنام تعتبر محاولة اولى وتبقى لك محاولة ثانية فقط على اقصائك من منحة البطالة في حالات اخرى حتى وان رفضت انت عرض العمل يعني ويبقى لك عادي جدا ما يكون حتى مشكل في هذه الحالة يعني صاحب العمل رهما وصلش المساج للانام فقط وبالتالي لا يحتسب عرض عمل اول هذا كفيديو وشرح قصير حول عرض العمل ورسالة عرض العمل لمنحة البطالة ولمزيد من المعلومات دعوا اسئلتكم في التعليقات لكي نجيب عليها ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد